أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق ثلاثة صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه شتولة دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في الأثناء أعلن الجيش أن طائراته قصفت ليلة الماضية أهدافاً لحزب الله شملت مستودعاً للأسلحة في منطقة ميس الجبل جنوبية لبنان إضافة إلى مباني عسكرية في منطقتين عيت الشعب والخيام المزيد معنا من جنوب لبنان مراسلة العربي جويس الحاج خوري جويس ما هو مستوى التأهب حتى الآن في الجبهة الجنوبية اللبنانية يمكن سرمد الحديث عن تأهب للطيران الحربي الإسرائيلي ولسلاح الجو الإسرائيلي الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق منذ تقريباً الساعة على علو منخفض بشكل مكثف فوق قرى وبلدات جنوب لبنان تحديداً هنا في القطاع الشرقي فوق مرجعيون والخيام والعديسة وكفاركيلا وذلك بعدما كان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفذ يوم أمس غارات عرفت أو وصفت بأنها عنيفة جداً وسمعت بشكل واضح في ميس الجبل وفي الخيام إضافة إلى عيت الشعب على الرغم من عدم وجود إصابات ولكن الحديث يدور حول تدمير لعدد من المنازل داخل هذا البلدات فجر هذا اليوم صباحاً أعلن حزب الله أيضاً عن عملية بهجوم ناري من مسافة قصيرة باتجاه موقع رامي في المقابل لقرى وبلدات جنوب لبنان ولكن الطيران الحربي كما ذكرت في تأهب وفي تحليق مستمر فوق القرى والبلدات الجنوبية حتى هذه الساعة هدوء ولكن ترقب لإحتمال حصول غارات خصوصاً وأن الطيران الحرب الإسرائيلي عندما يحلق بهذه الكثافة عادة ما يكون هناك غارات بعد هذا التحليق المكثف نترقب ما ستقول إليه الساعات المقبلة خصوصاً في ظل التصعيد الذي شهده يوم أمس ويوم أول من أمس وارتفاع عدد الشهداء الذين سقطوا في الأربع والعشرين ساعة يوم أمس وأول من أمس إلى عشر شهداء تم نعيهم بشكل رسمي من قبل حزب الله ومن قبل كشافة الرسالة كذلك شكراً لك مراسلة العربي جويس الحاج خوري من جنوب لبنان